وبرضه عكس من الناس كتير فاكرة ان الحكاية كلها ايه ده مرض ده اكيد الولد يعين ايه ده اللي هو الصغير ده عنده 7 سنين ولا 8 سنين او البنت دي اللي هم جسمون مليان كده ده اكيد مريضة ده اكيد عندها حاجة في الغدد ده اكيد عندها حاجة في الهرمونات احب اقولكوا بقى ايه هي الاسباب الاسباب او اسباب زيادة الوزن اسباب مرضية اسباب سلوكية اسباب بيئية اسباب وراثية او نتيجة تناول بعض الادوية هنبدأ بالاسباب المرضية والمفاجأة ان الاسباب المرضية مش هي الاسباب الشائعة دي او المفاجأة يعني في ناس فاكرة ان اي حد طفل يعني انا بكلم هنا على الاطفال خلاص سواء تحت عمر 6 سنين او فوق 6 سنين واحنا بس قلنا التقسيمة دي علشان المضاعفات هنا غير المضاعفات هنا لكن بعد كده بقى نرجع للاسباب لا الاسباب بقى كله كله مع بعضه يعني ما فيش هنا تقسيمة السن فالناس كده لما تشوف طفل وزنه زائد شوية فيقولك ايه ده اكيد عنده مرض خلاص زيما انا لسه اقل لكم لا الاسباب المرضية مش هي الاسباب الشائعة ما بقولش انها مش موجودة موجودة بس نسب الاطفال ودي حاجة مطمئنة لحضراتكم يعني لو فكرتوا فيها ان يعني في ناس كتير كده ممكن في اللحظة دي تقول لي يا ما انت كريم يا رب يعني يعني الطفل مش كل طفل زائد في الوزن ده سببه ان يكون مريض مرض عضالي يعني او مرض قوي يعني لا فيه مرض طبعا فيه عندهم مرض زي ما هتعرفوا دلوقتي ولكن دول نسبتهم في عدد الناس او عدد الاطفال يعني اللي وزنهم زائد نسبة قليلة طيب ايه هي الامراض اللي تؤدي لزيادة الوزن اول حاجة امراض قصور الغدة الدرقية تمام دي امراض كتيرها تاني مرض هو نقص هرمون النمو عكس ما الناس فاكرة تالت حاجة متلازمة داون او داون سندروم رابع حاجة اسمها متلازمة تيرنر خلاص واسبب اخرى العلاج هنا بيكون تبع يعني ايه لما نقول مثلا هيكون تبع تخصص الغدد الصماء مش فيه احنا انتم سمعوا كلمة دي قولك ابنكو او الطفل مليان شوية او البنت مليانة روحوا الدكتور غدد دكتور الغدد مفيد لو التشخيص كان انه في الحالة الاولى او التانية اللي هو خصور الغدد الدرقية او اضطراب هرمون النمو خلاص اضطراب هرمون النمو مش لازم نقص او زيادة لانه احيانا بيبقى فيه نقص وزيادة فيه يعني فيه تزبزب كده فخلينا نقول اضطراب افراز هرمون النمو او مشاكل الغدد الدرقية موسيقى موسيقى